تدنيس لحرمة الدين من خلال خلط الأذهم عن موسيقى نعم هذا الشيء راح تكلموا عليها بزاف تكلموا عليها القباش وتكلموا عليها إن شاء الله تبارك وتعالى رابطة علماء الإسلامين وراء نرأت واحدة الجمعية وراء الآن كانت تقول لهم هذا النسل اللي تكلموا هذا الشيء يجب أن يدخلوا للحبس ويجب أن نحلوا حركة إسلامية لتتقولوا هذا الكلام يعني يشوف من قدلك حتى الحرية باش تكلم باش نعطيش قرطوا ذاك البيان ما قرطوش ورام استدعاوا للريسوني هو رئيس اتحاد العالمي العالمي المسلمي داروا واحد البيان والآن استدعاوه على قضية أخرى ديالي واسمه ديال قتل ذاك اليساري قلوا انتالي اللي اعطيت شو الآن بدوا يفعلوا المصطرة من اللي يخرجوا ذاك البيان ديال التحاد العالمي العالمي المسلمي دوروا خلوش صافي هذي راح تسقصيهمهم والله ما عندي الأخبار كون يدروا مع البندير مليح أنا ما قدرت نسلطها لا مع البندير ولا مع الكمالجا ولا مع شعار واعلم بزاف ولي بيولي الشعار ديالإسلام يكون هكذا خليهاش شغي خليهاش وليوا الربية والثبتوا ودعيوا السداء ربية وخدموا دينكم خدموا دينكم بصمت خدموا الدين دينكم في هالزمان بصمت دعيوا في العائلة نتاعكم خدموا أراها ربية رأي شوفها السيد سمات ولقى الله تعالى وانت في طريق الدعوة إلى الله سمات ولا تلتفت كثير إلى هذه الأمور فإن محاولتك أن تسترع مع هذا لا لا مش هذا الوقت هذا خبير هاي مو هذي كثير من يعمل طاغرة خيرو يارا ومن يعمل طاغرة هوا الجاوة بتاع خبير ها يرحموني ها يرحموني ها ها عالمنا هاي حذر تزديرها هوا السي خلي هوا السي خلي تسبقنا للزلزلة الله يحفظنا بزلزلة لأن الزلزلة واسمو الدير جيب واحدة جيب واحد الغربان ياك ودير في هاكذا دير في دير دير له هاكذا واسمو يعطيك واسمو يعطيك واسمو يعطيك لها ها 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 تعطيك هذي غليظة هذي رقيقات ترجم 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 هاي صفات صف مالبعد مالبعد انتو ماركو بشيتو مزه مهرجان تطوان خذلوا عدة فناني مصريين ورفضوا الحضور كالممثل كريم عبدالعزيز الذي يعد رائد الفن المصري حالين فضحهم الله هؤلاء المسؤلون خذلهم هؤلاء الاسبوع الذي ماذا خذلهم ميسي وليهم كريم عبدالعزيز يعني انا ما عرفش هذي المهرجان دي لتطوان قالك ما جاولهم الشي مصريين خذلوهم وقالك كما خذل المغارباء ميسي كانوا يستنو ميسي يجي يلعب على الارجنتين وما هذي مقابلات على المغرب والارجنتين قالك في ذاك الملعب تفضحوا وقاع قالك الرياح ثمانين كيلومتر واش عمروا عيبضلاش شتوشي ملعب دخلوا الرياح نتاع ثمانين كيلومتر ابنادي مو غادي يولي كورة ابنادي مو يولي كورة تتضروا الكورة منا و الرياح هنه هذيك ماشي موبارة تاع الكورة هذيك واسمه هي ما انا عارس ما عندش يقولوا تعالى يمسكم قرحو فقلمس القوم وقرحو ما هو الفرق بين المس واللمس المس واللمس اللمس ها هو بليد لكن المس يقولك من مس مرأة مش يشيطر المس هو شي حاجة ابلغ لان اللمس هي هكذا صح المس انت مس فيها يعني انه شي حاجة ابعد لذلك سيدا ربي يقولك ان اه ان يمسسكم الله بضر فلاكاش يمسسك والضر ايه اراه بزا اتمكن منك اتمكن منك بزا ادخل ان اني قد مسني الضر وانت ارحم الراحمة رمسني وهو 17 عام هو على افراش صح اللمس ها هو المس انت عشتك يقول سيدا ربي سبحانه وزا وزل الرجاه الذي يتخبط الشيطان يم المس لذلك governed اسار cog ها هو المس هذه العلامات تمنت لذلك الرجاء بصوت جميل أمام الرجال والله سيد ربك يقول وقلنا قولا معروفة وهل هناك قول معروف أعظم من القرآن فهو أصل كل كلام معروف وقال للنساء قلنا قولنا قولا معروفة فإذا قرأنا القرآن فهو أصل المعروف كله ومعامل قال لهم مع الرجال لأنهم قال لهم وَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيْطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرْضٍ وقلنا إلى الرجال قولا معروفة والقرآن هو أصله هذا المعروف فلو قرأت المرأة القرآن بصوته ما فيش ذاك التغنج وذاك شي يعني قرأ القرآن والرجال يسمعون وهي متحجيبة أو اللبينة تمشي حاجة وبغوا يسمعوا القرآن بصوت مرأة صوت المرأة مش جاعة وراء صوت المرأة مش جاعة وراء موسيبقة الأدمية ويقضون فيها علماء ويقضون فيها نيساء مرددش لكون كانت يقولوا لكون كانت العلماء يقولوا نعم أبي لا يصلي ومعيد الأضحاف فقط علم أنه هو الذي يذبحه أضحيته في السؤال هو اللي هي صح والذبح يوها اللبينة يصلي ولا كاينك يجاعد الكبير ما يقدش يبقى قدام الكبش خافي لا يمشي يصلي بعد بس بس للكبش روح تصلي قول له أبوه روح تصلي أره صدر بيقال لك صلي لربك ونحر صلي وليه نحر نقل النحر والصلاف برسا هذا كي يسقسي الآن واش الضبيحة نتعه صحية نعم الضبيحة نتعه كل المسلم صحيحة لكن صدر بيقل في القرآن رك تشوفه في صورة الأخر وانو يستيرك وليسرف وذكري النفعة الذكرها سيذكر وميخشاو تجنب واشق الله يسلم كبرها فيما لا يموت فيها قد فلح من تزكى وذكر اسم ربي فصل الله ذكر اسم ربي فصل الله يمشي يصلى هي اللي أولا قال لك أخوية التالية هذه في الوقت الذي تعاني في الأمة المسلمة من الظلم القتل والتجديد من طرفيهود الصهيين والصليبي المغرية استقبلوا أحد أكبر المحرضين الصليبيين بابا فرانسيس ويستقبل كما يستقبل الصلاطين والأمراء وعلى إثر هذه الزيارة في أول نشاط الذي تمثل في مسجل الأذان الذي هو أحد مقدستنا وثوابت هذا الدين مع تراني من يهودية والمسيحية والمسيحية عين هو من علماء المغرين ما تسقتموش هالسؤال العين هو من علماء المغرين مسؤولون عن هذا الدين ولا بدقة كل واحد إن شاء الله تبارك وتعالى ها كلنا مسؤولين عن هذا الدين ما تبقوش تستنون إن شاء الله والله قرارت لقد قرأت شاء الله عندهمizzard visão ide لكن العلماء اللي اخسمت كلموه لهم حساب عسير عند الواحد الخبير اقسم بالله العلماء الذين يسكتون وقد أناطهم الله أمانة التبليق قال تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا قال رسول الله من كتم علما ألجمه الله بلجام من النار يوم القيامة فرقات وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث يسام بن زيد يؤتى بالعالم يوم القيامة فيلقى في جهنم فتندلق أكتابه فيؤذي أهل النار فيجتمع أهله النار إليه ويقولون ما هذا الأذى الذي نحن فيه ثم الأذى اللي جيت به واش مكفكش عن هذا تزيد نحن هنا المصار متعويش جرجرب أنا متى كنت أمر بالمعروفة عن المنكر قال نعم كنت أمر بالمعروف ولا آتي وأنهى عن المنكر وآتي هذا كان يأمر وينهى ومع هذا يكون في النار فكيف اللي كيشوف المناكر الكبيرة وكيسكت هذا الأخ من المواظبين على هذه اللقاءات ولقاءات أخرى ومن الدعاة إلى الله تعالى وزوجه ممن تحفظ القرآن للمسلمات وفأسأل الله تعالى سبحانه وقد يترك ثغرة في هذا الحي أن يوفقه لما في الخير وأن يكتب له البقاء الطيب والرزق الطيب يا أرحم الراحمين قلوا أمين 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 هذا السؤال قال لك نعطيكم واحدة السؤال إن شاء الله اللي يجاوب عليه إن شاء الله تعالى يدي هذا الأخير أخيرني أخيرني مش أنتعي الشارع أنهني غادي تمنعونه بالجياج أصيدي إن شاء الله تبارك وتعالى أشكون يعرض هنا الآية الأخيرة أنتع صورة الكهف من الذين آمنوا وعمل صالح كذلك أنا أختار أنتو ما رفضوا يسبعكم وإنا غدا نختار أروح عاسي أروح أنتش باني أروح مش أنت شي باني أنت صغير أروح عاسي قراء 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 إن الذين إن الذين من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفرد وسيزون الخالدين فيها ما يبغونا ناحي ولا قل لو كانوا نبحر مدادا لكلمات ربي لنفضحوا قبل أنت فذا كلمات ربي ولو جئنا منك ما تدع قل إنما أنا بشرا تقلعا إذ يأمى إلهكم إلا واحد فمن كان يرجو لقاء ربي فليأمن آملا صالحا وليشري لإبادة ربه أحدا صدق الله من قرأ هذه الآيات عند اضطجاعه بنية أن يقيمه الله تعالى متى شاء في الليل أقامه الله متى شاء ثانيا من قرأ هذه الآيات عند خروج الدجال فلا سلطان للدجال عليه هذه الآيات وأرجو إن شاء الله تعالى هذه الآيات التي قرأ شيخنا حفظه الله وقد نال بها هذا الكتاب تعالى حج العمرة أن ينيله حجة وعمرة وأن ينال بهذه الآيات شفاعة رسول الله وأن يدخل الجنة بغري حساب أعطيه الآيات إزاك الله خير وأصلا الله على حبيبنا محمد على سبيل سبيل سبيل